تحولت العاصمة الإدارية إلى واقع ملموس خلال ست سنوات فقط بجهد وعرق الألاف من أبناء مصر وتخطيط متقن للدولة التي لا تدخر جهدا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية العاصمة الإدارية الجديدة درة تاج المدن المصرية أصبحت علامة فارقة في مدن الجيل الرابع بالجمهورية الجديدة اليوم شهدت العاصمة الإدارية مرحلة جديدة ضمن رؤية مستقبلية للتطوير العمراني القائم وبناء المستقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ليشهد تسليم ثلاثة أبراج بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية نأمل ونحلم أن إن شاء الله الفترة الجاية تتصارع أكتر خطى التنمية في كل المدن الجديدة مش هنا فقط لأن إحنا كنا كلنا عايشين وبنشتكي ودايما كل الناس يقولوا إحنا عايشين على 6% 7% من مصر طب إحنا حنفضل كده لغاية إمتى طب إحنا عشان نتوسع ونضاعف الرقعة المعمورة من الدولة المفروض نعمل إيه؟ طرق ومدن ومناطق صناعية وأراضي استصلاح وخدمات ووكروا الكلام ده فإحنا الحمد لله النهاردة المشروعات المفتوحة معمولة على مساحة لما تكتمل التنمية حنبقى على 14% من مساحة مصر وقد قاربت عدة مناطق على الانتهاء بالعاصمة الإدارية الجديدة منها منطقة الأبراج والحي الحكومي والمجمعات السكنية الأخرى ليصل عدد القاطنين بها إلى ما يقرب من 50 ألف ساكن ولم تكتفي الدولة بإسكان العاصمة الإدارية فقط فقد وصل عدد وحدات الشباب ومحدود الدخل إلى مليون وحدة حتى الآن في مختلف المدن الجديدة والقائمة وتعتبر تحركات الدولة المصرية في هذا الصدد ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأجيال الحاضر والمستقبل تطوير العمران القائم وبناء المستقبل لعدم تكرار أخطاء الماضي توجه انتهجته الدولة خلال الفترة الماضية لتحقيق حياة أفضل للمواطن في عدد من المجالات الإسكان سواء عائليا كان أو إداري كريم بيبرس التلفزيون المصري